أهمية كبيرة تلك التي تحملها الانتخابات الإيرانية لما تحمله من تغيرات محتملة لسياسة الإيرانية سواء داخليا أو خارجيا خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الإقبال ضعيف من مشاركة الناخبين قلل من زخم الانتخابات التي تعول عليها الدول الغربية أن تكون سببا في صعود إدارة جديدة تكون أكثر مرونة في التعامل مع الملف النووي أربعة مرشحين يتنفسون على الفوز بأصوات الناخبين وهم إبراهيم رئيسي ومحسن ردائي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي وذلك بعد انسحاب ثلاثة مرشحين عشية الانتخابات ودعت جماعات المعارضة في الخارج وعدد من المعارضين في الداخل إلى مقاطعة الانتخابات التي يرون أنها مفصلة خصيصا لإبراهيم رئيسي بهدف إحكام المحافظين المتشددين قبضتهم على السلطة في البلاد وتراجعت حماسة الناخبين بعد استبعاد العديد من المرشحين الواعدين من الصباق فضلا عن تبعات الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ثم وباء كورونا وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017 نحو 73% غير أن أحدث استطلاع رأي أشار إلى أن نسبة الإقبال هذا العام قد تصل إلى 42% فقط وسوف يمثل ذلك أدنى مستوى تاريخي لأي انتخابات في إيران مذو الثورة الإسلامية عام 1979 وسيشكل مشكلة لقادة إيران الذين يرون أن الإقبال علامة على شرعية الانتخاب